اشتركوا في القناة 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 بس انت شغل صعب عليك انت فاكرني عشيل خشب ولا ايه ياسر ده شغل سكرتاري وقدار ايه انا فاهم بس انا بقولي يعني ان المعاملة مع السوقين والعمال مش سهلة ما انا عارف بس الحاجة كرامة ديني كل الصلاحيات ومحسسني اني زي بنتوا بالزبط اسكت ياسر هما صدقت هلاقي الشغلنا دي انا فرحانة اوي خلاص يبقى النهاردة نخرج ونصر ونحتفل لا مش هينفع للأسف النهاردة انا عندي شغل بكرة الصبح بادري اوي في عربيات جاية من المينة الساعة خمسة ولازم ابقى موجودة خمسة ايه خمسة الصبح ده بادري اوي مش حاجة بلاش شغل انا محترم مبرس متعب بس انا م عنديش حاجة بكرة اعدى عليك وتعزمني لا بكرة مش هينفع مش هينفع ليه وراك حاجة موعيد 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 اهم مني ده سر بقى ولا ايه لا يا سر ولا سر ولا حاجة فريدة كانت بكتابها بكرة ولا لازم احضره اه وطبعا فريدة مبتقنيش فانها منفعش احضر على فكرة انت فهم فريدة خلط خالص فريدة بتحبك جدا احلى حاجة ذي كنت مبتعرفش تجزي طب ايه رأيك بقى ان انا هخليها اتكلمك وتعزمك بنفسها ضعاء اتفضل لا مش هينفع اخوش انا عايزة اللي امتحن هنا ايه الجنان ده ده كلامي اتقال على الباب ادخل يا دعائي قديني دخلت هات اللي امتحن بقى لغزها مستعجلة اوي لسه هروح اذكره مش لما نتكلم الاول انا فيه كلام كتير او اعيز اخولك لا مش هينفع نتكلم هنا نبقى نقعد في اي حتة تانية نتكلم فيها اه ايبقى مفيش متحنجل لما تقعدي وتسمعي مش عاجبك امشي امشي تفضل اقولي حيز تقولي ايه ده انا موجب بك اوي موجب بكل حاجة فيك هينيكي شو عارك انت جايبني هنا عشان كده بقى وتلايك اصلا معكش امتحنات بل ايه ده ثق استهل ايه بقى عشان الاختحن ده استهل الله اصري يا دكتور اصيلي مليش في الجو ده يا بتي انت هيلي نزلك اتي محدش يقدر يقولك تيت التلاتة كاف هتامتع بانا يو ما تستريحي انا محدش غصب على يمزل أنا اللي زهقت من الرأدة والقاعدة في البيت وتنزل أشوف بني أدمين وغير جو نا بقتلع على شونة هل هي أختي مفيش بني أدمين يا بيت اسمعي طه أدام رجبة بناغك يبقى تستريحي تعودي برئسيسة ما تشتغليش يا معا السلام ما بتلع السلامة يا أروسة يا رب يكون أهلنا بقولك يا أبلا عزة ما نزلتش النهاردة عزة أجازة وطلبتها ومشاربها عني ده ومن إيه ده بقى إن شاء الله هو كده وانت ليك أكله ولا بحلق ما تخليني سكتة بقى وكاتنا في نفس البت تعباني يعني مش حملة شغله موجع قلب ماشي يا أطة أما نشوف أخريتها معكم التلاتنين بلا يا بيت بنروح على شمس عشان ما تحطكيش في دمكة قبل بولن هتعمل إيه يا أختي إن شاء الله أنا هيتخطوك يا أرد فكت ياما أنا بعرف أزمة نفسي ولا يا حمزي ولا دي رسوخنا إن البشا عادل واحده ليه أهلاً شامس جيت في وقتك كنت عاوز أسألك على عيش تحب ده يا باشا بقى ولا غرام ولا إيه بقى بالزبط لا أبدا بنت عدثة مصيفة هي مرتش الليلة لا أنا ما شفتهاش بس عيش إزبونة تيجي وقت ما تحب أجب لك البت بولبولة بيت دمها زي العصر لا بيت بلدي وصوتها عالة وقتقب فيصل Audio Linda Do you have a dream للبلد يا باشا دعم أزي طبق الكوشلي كله مشته تقيقي ل adapاتي مستحمروش أهههه هي تصلي بس على أي رأس تايجبها وأ Kita Burgi لا شكرا بيك خليني كده أحسن أنا لما عوز حاجة هطلبها مني الشوقك يا رش هو أنت عملتي حاجة غلط لا طبعا بس أنا حاسة أن الدنيا كلها بتعملني على أن أنا غلطة حتى لو ما قالوش ده أنا بشوفه فعنيه يا مكر حبت ما تدفعيش تعمل حاجة أنت ما عملتهاش صوفي أنا اتطلبت فاهمة يعني اتطلبت ملك انت مش أول ولا آخر واحدة تتطلب بتحصل مش نهاية الدنيا دي ما الكلام سأل انت أصلك مش حاسة باللي أنا حاسة بيه ما بتشوفيش بصت ماما ليا وهي ابتت صعب علي ما بتشوفيش بصت بابا هو بيه لومي يا شيخة يا حبيبية عيبية ما بتوبيش حاسة أوفر كده انت عارفة مش هيطلعك من المدة خير الشغل تجعي الشغل يا ملك لا طبعا يا صوفي أنا مش جاهزة مش هقدر استحمل نظرات الناس ليه اللي هتبقى شمتينة والله هبقى صعبان عليه والله هيبقى عمال يسأل ليه ومش ليه لا 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 حبيبتي حتى لو ده حصل هيبقى أول ساعتين ولا يمكن حتى أول يوم بعد كده خلاص الله على العظم يا ملك وكل الحاجة عا تنسي بتفتكري نعم بتكير يا في انت أنا متأكدة بتعلقالك كام إيميل وكام ريسالة بيسألوا فيه عليكي بقول لي كي بتيكي تنزلي ترجعي الشغل بتقدني حلقة تتكي وتعملي مفاجأة للكل لا طوان يا صوفي أنا لسا مش بيأسا لا ملك ما تكيبي من الهاتف انت خايفة تقبلي طارق انت لسا بتحبين مش عارفة عماله هو سافر سافر انت عارفة كان جايل وعرضي شغله في قطر هو كان بيورفط كان بارح لما حكتوا سلم علية وتعالي بايا ملك بتركعي الشغل وولغاش لاسم الحفزة ماما فهله قيدت الحبب وحبيني انا انت كامل وحشتني اوي 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 جبتلكم قاس كمية وتحبيق والله انت حبيبي اخي ام الماما فيه كن قفلا على نفسها قودتها بقالها يا جساع ما راش في تعمل ايه هتكون بتعمل ايه يا عبا؟ عاي عالي انشوف الستة دي بتعمل ايه؟ شوف خمس داي وخرج يا حبيبتي وزا كان حبيبك مش حبيبتك هتخرجي بعد قده؟ آسر ادخل يا آسر ازايك يا حبيبي؟ استنى 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 ايه الحلوة دي خربت جمالك يا دكتورك؟ بجد حالي؟ ايه رعيك يا لوجي؟ يلوح يا ماما يلوح انا مش فاهمة مش فاهمة بتجيب الكلام ده من ايه؟ طبعا زي الامر الودة مدعياله على فكرة ايش قوي كده يعني؟ شكلك فرحونة يا فريدة قوي يا قسر ما بقى لي كتير محستش بالفرحة قوي كده ربنا فرحك كمان وكمان يلا لوجي يلا رح يقولي الايس كريم اللي جبته لك يا سلام انت زي كل مرة بتوزعني؟ خلاص انا بقى هوزع نفسي يلا يا بدي يلا ايه يا بستيز شكلك جاي عايز حاجة بصراحة كده انا عايز اطلب منك طلب وخايف تكسفيني لا انت النهاردة تطلب زي ما انت عايز مش ممكن اكسفها يا بركاتك يا شيخ عال انا عايزك تكلمي حد وتعزمي على فرحك النهاردة عايش؟ مش كده؟ طول عمري زكاية هتعزميها؟ بص انا رفض الفكرة ورافض ان انت لسه بتعرفها يعني مش موافقة لا موافقة بس ليه شرط موافقة عليه طبعا؟ فيه بنت في كلية الحقوق عايزك تشغلها في مكتبك هاتي تليفونها حالا وانا هكلمها هتحايل عليها انا تشتغل معايا لا اتصل بعشق الاول وانا هعزمها بنفسي ملك ايوبا انت رايح فيه؟ رايح الشغل يا بابا هقدم حلقة النهاردة بجد؟ برافو عليكي هايل مازل مازل هي الحلقة بتاعتك مش كانت الصبعة لا ما هي خريطة البرامج اتغيرت بقى من تسع لعشرة اه كواس قوي هايل هايل ايه انا فاتني كتير ولا ايه؟ ايه؟ انت خارج يا مكة؟ رجع الشغل يلا البس دومك عشان توصل وقتك بس كده عني هنطف لدومة جيلة لا ما اذن خليك انت انا عايز اروح لوحدي عايزة تعمل عادي زي الاول مش عايزة تبحد معي تتعامل مين يا انا اخوك يا مام سبها براحتها روح يا مكة واحنا نقعد كلنا نسمعك عايزة حلقة تجند تجي حلقة العودة با؟ ان شاء الله يا ماما حاضر باي اهلا يا ماشا اهلا يا شمس لا انا خايف اتعود على وجودك هنا وكل يوم ولا كي تحيب تقعد على البسط ولا تخليك هنا في الراقان اهلا يا ماما انا عايز اقعد في الحيطة دي حاسس ان فيها حاجة جديدة ما بلا استندي يا باشا جواها غامق النهاردة ولك يقعدك مع البيت تويتا بيت دمها زي السكر ما بتبطلش بشتك انا عاجبني الجو الغامق دا يا اولا اشوقك يا باشا تعالت فضي ساندي الباشا عايز انبسط فكيها كده وروعين شبتانك النشق سيبيني على راحة راحة خط يلا نقسمه ساوا هو ايه ده اللي نقسمه ساوا الحزن اللي مالي عانيه هو ده نقسمه ازاي بقى بقولك ايه؟ تشكلك جاية تبسك شوف لك ترابيزة تانية وانا دا يمي تقيل النهاردة بالعكس كل الحكايات اللي في عينيكي بتقول ان احنا نبقى اصحاب اقولك على حاجة يلا انا احكيلك حكاية وانت بتحكيلي حكاية وفي الاخر نشوف حكاية مين اكتر حزن من التالي ولازمته ايه بقى انك كده لبعض ليه لان انا محتاج حد يسمعني وانت شكلك محتاجة حد يسمعي اه؟ ابتدانا ولا تبتد انت ايه؟ مش يبدأ انت من ثلاثين سنة واعت في الحب ممكن يتغير فيا؟ هقولك اول حاجة لو كان مساء الخير يا جماعة الحمدلله على السلام يا ملك نورت مكانك يا شيخ مهلوش تعمل من غيرك ربنا يخليك وانتو كمان والله والله العظيمة ملك انا قلت الطريق قبل ما يسافر انه خسر اكبر خسارة في التاريخ ربنا يكتب لهم الخير هما الاتنين يا حسن طيب يلا فاضل 5 مينتس وتطلع على الهوى يلا سبوها تجه اسبق يلا موسيقى كان فاصل طويل قويل بس انا رجعت لكم تاني في برنامجكم ساعة مع ملك ومزيادكم اللي بتحبكم ملك عاصر وحشتوها موحنا جاين هنا ليه مش هنروح للمكنة بتاعتك المكنة دم الخفيف يا سندي احنا مش هروح البيت احنا خرجين نتفسح نقود عادة حلوة نتكلم تشتكيلي اشتكيلي باشا وانت مش عايز ولا انا مش عقبك بالعكس انت عقبني جدا ونفسيني بأصحابه انا مش فهم حاجة بصي انا بقى لي سنين قافل على نفسي من ساعة مراتي ما ماتت محتاج حد مبسط معاه وينبسط معايا يعني انت لما تبني مبسوطة انا كمان حمام مبسوط وليلي نفسك في ايه مش عارف وعمر ما حد سألني نفسي في ايه وديني سألتك او نفسك في ايه نفسي نفسي شوف البحر يلا بينا على اسكندرية سهلة كده سهلة قوي هنروح اسكندرية ونشوف البحر ونأكل سمك هناك يلا يلا يا حبيبتي يا خالتي اهلا حبيشي عملا ايه عملا ايه انت قصرت ولا ايه عملا عملا ايه وحشتين وحشتك وحشتك ايه يا عمر ده انا بشوفك اكتر من ماسك طب انت تجيش تزورينا ليه مفيش مرة كده تاخدي ملوكة وتيجو تقاضي زي الاول كده نقعد نرغي ده انا من ساعة مرجعت من السفر ما عملتهاش مرة ما انتشافر مشاكل اللي احنا فيها او الله ده انتو المشاكل مترضاكم مالك فين في ايه بجد هيرجعت الشو ده انا هنرحونا عليها تعال احنا هو دي كلها نص ساعة هتيجي لا تيجي فين انا هاخد ام برا برا ونطلع انا هختفر ساعة يلا باي باي حبيبي يا ابني ما تصبر شوية كلها دقتين ما هتخرج ما انا صابر اهو يا قاسر هو حد صبر قدي الف مبروك يا عروسة الله يبارك فيك يا علي اه 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 بسم الله الرحمن الرحيم ما عليش يا أستاذ بس ونوك الحمس دقيق عشان فيه ناس جايين مش هيجرى حاجة لما عاشق تيجي واحنا بنكتب الكتاب ما عليش يا فريدة مش هيجرى حاجة لو اتخرنا خمس دقيق بس اصلي مستني حد مهم حد مين يا علي الشاهد التاني اه جات اه ايه يا حبيبتي اتخرتي ليه مش قوي ايه يعني هكتبه الكتاب من غيرك مبروك يا فريدة الله يبارك فيك يا يلا يا أستاذ ابتدي لسه الخمس دقائق ماخرصوش يا فريدة مش هنقدر نكتب الكتاب من غير الشاهد التاني وبعدين اصلا انا مجهزلك مفاجأة هتثبتلك قدية انا بحبك علي انا ما بحبش المفاجأات لا 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 دي المفاجأة ما تخوفش خالص انا متأكد انك هتحبيها اه جاه ازاك عم صبري اتفضل أكل مبروك يا تو دورا اكل مبروك حبيبتي مين دعيل لقى أكاين اعزم من دعيل مين دعيل مين دعيل مين دعيل لا كتل ملك بس بادة مكتليني خل بقولك ايه نعم ايه مليكيش راحكين تاني مالله وانت مفيش غير السيرة دي بس ان سؤال ما تجاول انت كنت عارف اكيد منتفق معاه اقسم بالله ابدا انا اتفاجأتي زي زيك بالزبط يقصد ايه بالحركة دي يقصد يقولي ان انا اقلم انه مش كده علي قصده يقولك انه قابلك بكل مشاكلك بابوكي ازا قدت انا مش قابله لغاية دلوقتي هو هيباله لا ده قصد يزليني ويوريني نقطة ضعف ويضغط علي فاريدة علي بيحبك واكيد ما قصدش اللي في دماغك ده هو انا ليه مفيش حاجة بتكملي هو انا مش من الحق افرح انا مش عارف اتكلم معاكي وانت بالعصبية دي بصراحة وانا كمان مش عايز اتكلم معاك منصف لك بقى سيبني الواحدي واطلع ماشي الراجل اللي برا ده ومشي علي كمان وقوله خلاص انا مش هتجوز طيب ممكن تاهدي عشان ما تاخديش خرارات وانت منفعلة انا مش ههدغل لما الراجل اللي برا ده يمشي اطلع ماشي من بيتي حالا حاضر يا فريدة حاضر ايه يا عسر اللي بيحسن قلوش يا حبيبتي خش على قطك يا الله عشان تغير يا دوم فقدمي وردة دخليها معلش يا استاذ انا بعتذر لك هنضطر ان اجل كتبك تاني فريدة اتعباني شوية ده قال المنعين كل خير ويسد الله شرفتها سلام عليكم وعليكم السلام ايه قسر الفريدة تعملو ده هي لغت كتب الكتاب ايوه لغته بسبب عميل عميل انا انا جبت لها باباها يحضر كتب كتبها بقى غلط ايوه غلط انت عارف ان احنا معطيين الراجل ده من زمان يا عسر الراجل ده يبقى ابوكو يعني الصح ان احطي ايدي في ايديه خلاص يا علي روح حط ايدك في ايديه بس مش هتتجوز فريدة طب انا هخش اتكلم معي انا قلت لها كل حاجة انت ممكن تقولي فريدة متعصبها دلوقتي جدا ولو دخلت لها ممكن ما يبقاش فيها راجعة انا عارفها كويس وعارفة الدرجات دي قملي انت فاكر ايه هو رح فين؟ هيقعد يعمليه بعد اللغتك عملته عشق خدته ونزلت عشق بس ايه يا جمال شكرا انجلس بقى عشان نقولك كلمتين صافي قوليلي بصراحة رأيك فيه ايه؟ دم تقيل؟ بالعكس انت دمك خفيف قوي بس الواحد بياخد وقته عبال ما يكتشفى طب شكلي وحش؟ بالعكس ورده قصدي يعني ملاوحك مصرية قوي والله انت منت حلال يا صافي وانا قل برتاح لك لساعة معرفتك والله انت كمان اشتحت لك قوي 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 عمر طيب انا مش هطاول عليكي وهقولك عن موضوع اللي انا كنت عايزك فيه بسرعة فطل طب طبعا انت عارف انا لسه رجع مصر ورايب والحمدلله بكسب كويس وده يسمحلي ان انا فكر في الجواز عمر اللي يتكسف من بنت عمه يطلع عين امه الله بقى يا عمر ما بحبش الطريقة دي مش متعودة عالكلام ده اه منت شكلك قديمة قوي وهتتقابيني لا يعني ده انت داخلتك كده تخوف خالص طيب من الاخر لو انا تقدمت الملك عشان اتجوزها تفكري هتوافع ملك اه اه ايه رائب معرفش طب ممكن تساعديني ممكن تسأليها تجسي النبض انتو برضو بنات مع بعض عايز تتجوزها روح اسأله هي انا مش مراد خلع عشان اسأله لك ايه تفيقي انت راح فين ماشا طب مين هاي فعل حساب ياه دي مجدولة دي ولا ايه اه لو سمحت اه لفلي دول تكوي اه بس ايه انا مستغربة ازاي قسر قادر يعملك المعاملة دي انا عاصروا بنتي ما عايزك انت كمان تعصري بالزاد بعد ما حكيت لك الحكاية ايه بس انت مظلوم ما عملتش حاجة دي بس بتولي كده عشان انا صعبا عليك لما اسروا فريدة عشوا الحكاية دي يوم بيوم واجعتهم كتير عوي عشان كده صعب يسدهم طب الدفع عنهم وما جايين مع الدنيا عليك كده ولادي ولادي وبحبهم ممكن نفسهم يبقى لي ام أبا ما تسجنش عشان يتشرفوا بيه وده بالناس انت طيب قوي يا عمي صبري يا ريتهم يعرفوا دا ويحسوك زي ما انا حسن دلوقتي انت كمان بنوتة زي الامر وانا ما اتمناش لي ابني عاروس احسن منك شكل قاسر حكالك عني كتير والعلم بقى انا حبيتك على حبه ليك لان حبيبي الحبيب بيبقى حبيب ومن هنا ورايح عايزك تعتبر نفسك زي ما انت بالزبط يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا دا احنا زرنا النبي ايه يا مبالوظة اللي انت جايباء دا دا انا بقول بتعمل لنا لقمة عشان البنوتة اقول مرض زرنا لا متشاكرة يا عم صبري مش قادرة ايكل الله ليه يا حبيبتي بسكس فيش دا انا اكلي زي الفل وربنا طب بلاش انا اطبخ لك هخالي اللي احسن مني يطبخ لك ايه دهو انت بتطبخ يا عم صبري يا اختي يا اختي على اكله وجماله طب دا انا من كتر حلوة اكله وشاركته في المطعم اللي افتتح بكرة اوعي مجيش ان شاء الله مطروح يا راجل تعمل لنا لقمة دي حتاكلي معنا شوف الراجل لو من ايدك هيكل يا عم صبري موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة ما مضتش ولا قرار من ساعة ما قمت بالأجازة انت وكل الإدارة يعني بدالي لا يا فندم أنا كل الشغل المتعطل مضيته حضرتك أول بأول حتى اسألي الأنسة ليلة ادخل الأستاذ كامل خليه تفضل تفضل السلام عليكم عليكم السلام الحمد لله على السلامة حضرتك الله يسلمك من فضلك دول مجموعة بوالس فيهم شوية مشاكل عاينين رأي حضرتك فيهم لأنه لو أستاذ جلال ما كانش بيبص الحاجة خالص طب حطهم هناك وتعالى أخر النهار خد اللي أنا خلصه أوكي طب أسترأزن يا فندم اتفضل أستاذ جلال خير يا كامل فيه من فضلك مع أن تشتغي بعملنا تاني لأن الدنيا يقف خالص متشكر أول اتفضل لولا خدي الملفات دي ونتبهيهم حسب الأهمية حاضر السلام عليكم عليكم السلام أهلا لا 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 أنا أزعلان جداً جداً إيه اللي غيبتي كلها كل دي عجازة وحشتي ناسة الكل متش هكير قوي كلك زوق بولي حضرتك الحكاية المراضي يعني مصمصة كده ونشفة شوية كنت طمعاً كده أن كنت اتهود معنا حبتين حكاية إيه لمصمصة أستاذ محسن حرام عليك الأستاذة لسه جاية مش معقولة تخش عليها مرة واحدة كده بالشغل واللي مش شغل يعني استني يا لولا إيه الحكاية أستاذ محسن الحكاية والأروية أخلت ومفيش حاجة ده أستاذ محسن كان عنده شقة عريضها للبيع وأنا فكرت ممكن نشتريها لمازن ودعاء وبعدين لقيت السعر غالي قوي إيه ده؟ هي الأستاذة معنداش أي خلفية عن الموضوع؟ لا معندهاش خلفية عن الموضوع أنت مش كان ليك المصلحة تخلص وخلص؟ أنا أسفى أمي مازن ودعاء حيعودوا معي أصلاً ما نضعش الشغل شقة دي الوقت أخو صورة كانت هتبقى شقة حلوة يلا معنش حدل على السلامة اتفضل بضل أنت ليه مغلط ليش على حكاية الشقة دي؟ ما عشان أنا في الأول كنت فكرها لقطة وبعدين لما عرفت سعرها لقيتها غالية قوي وكمان لقيت دعاء فرحانة أنها هتوعد معاكو في الفيلا قلت خلص بقى بلاش هدوشك بموضوع ملوش لازمة أنا ما عملتش حاجة يا دكتور هو اللي مستقصدني احترمي نفسك ومن الورقة اللي ما تدبسة في كرصة إجابتك تبقى إيه؟ حجاب؟ خلاص يا وجدي أنا ما أقدرش أعملك حاجة في وقعة الغشة دي يا دكتور عشان خطري أنا كده مستقبلي هيتزيع أنا كل اللي أقدر أعملهولك أنك تكملي بقيت الامتحانات لغاية ما مجلس الكلية يطلع قراره وساعتها بقى أنت وحظك يعني أنا كده ممكن أنجح في المادة دي ما أعتقدش أنت وشاطرتك في باقي المواد ويلا تفضلي بقى حاجة غريبة والله العظيم يا دكتور الطلار مش عايزين نيكتاد ولا يعملوا أي مجهود وعايزين ننجاها على الفرد بصراحة يا وجدي انت فاجئتني دي آخر حاجة كنت أتوقع أنك تعملها تلمس حضرتك يا دكتورة وأنا فخورة بيك مرسي بقول لك إيه إيه أنا ما تنفعش معاه المواعيد البادري دي هو إيه هو أنا رايح المرور أطلع المخالفات عامل لك إيه ما أنت طيارت من إيدي موح وقلت لي هزباطلك اللي أتقل منه ومن ساعتها اختفت ونسيت هيسم ما ينساش أنا كنت بزبط الشغلانة وزبط؟ مش عارف نعم يعني إيه قص الشغلانة دي معايا بقالها أكتر من سنة أجيبها يمين أجيبها أشمال تقيلة حتى كل البنات اللي عندي مش هينفع يقوموا بيها تقيلة تقيلة أعلى إيه اللي تقيلة تقيلة إيه عايز توقع مين محافظة بنكة مركزي فيلا تحفة في شارع الهارم تسوى 40 مليون جنيه 40 مليون؟ ده بالميت سحابها راجل برينس من بتوع زمان بيعون في الفلوس وده اللي عايزنا أوقع؟ لا الراجل ده سكته بعيد علينا مش عانعرف نوصل له نعم ليه إن شاء الله الله يرحم الجميع آه لا يا الله يرحمه بارستو الوحيدة وبنتو اللي كان مخلفها من واحدة ستة أمريكانية والبت دي عايشة مع أمها في أمريكا محد يسيب كل الفلوس دي ويمشي ناس مستغنية بعتعنك يا أمها كس عارفة؟ كسة مصر مقاولين بنو قلبوا الدنيا على البيت دي عشان يجيبوها ويشتروا منها الفلا ومالقوهاش عارفة؟ لو الفلا دي تهدد وطلعنا بمول بمحلاته بسينماته بجراجاته أقل واجب ميتين مليون جنيه ميتين مليون؟ طب وأنا هعملي في شغلانة زي دي حلو أنت سألتيني وأنا هجاوبك اسمعي مني فوح